الجفاف وأزمة المياه والدمار الذي لحق بالمزارع والصوامر كل ذلك أدى لموت الزراعة في العراق عامة وفي محافظة نينوى بشكل خاص ومع الإخفاق الحكومي لسنوات طويلة في حل إشكاليات المزارعين بات مستقبل هؤلاء مهدداً ما دفعهم للخروج بتظاهرات ضد الأحزاب الحاكمة الفاسدة في البلاد تطالب بإيجاد حلول عاجلة لما يواجهونه من تحديات وكالة رويترز نشرت تقريراً قالت فيه أنه بعد قلة الأمطار وخفض التتفقات من نهر ججلة إلى بحيرة سد الموصل تحولت نينوى إلى وعاء من غبار وقرر الكثير من المزارعين مغادرة أراضيهم نهيك عن شعور المزارعين فيها بخيبة الأمل بعد عودتهم لمناطقهم بسبب الأخفاق والفشل الحكومي بإعادة الحياة لمنطقتهم وتأمين مستلزمات زراعتهم كما أن السلطات قررت أن الأسمدة التي توزع على المزارعين في نينوى والتي غالباً ما تصل في وقت متأخر يجب أن تكون خالية من اليوريا المادة الكيميائية التي تستخدم في صناعة المتفجرات وهي تقدم في بعض الأحيان السمادة لكنها تضيف الغبار إليه لجعله آمناً ما يجعله أقل فعالية أضف إلى ذلك أنه مع تناقص الأراضي الزراعية سترتفع فاتورة استيراد القمح ولن تستطيع البلاد تحمل هذا الإنفاق الزائد وبحسب مزارعين نقلت عنهم رويترز فأن توقعات إنتاج القمح لعام 2018 كانت تشير إلى انحطاط شديد وقالت رويترز في تقريرها إن الاقتتال الداخلية بين القادة السياسيين في العراق همش اهتمام هؤلاء باحتياجات المزارعين في أماكن مثل نينوى كذلك الوضع في محافظات جنوبي العراق التي طالها الإهمال الحكومي فخرجت في تظاهرات غاضبة ضد الفساد الحكومي الذي تفاقم وأدى إلى تراجع كبير في جميع قطاعات الحياة إلى أن بات العراق يحتل أسوأ المراتب في أغلب مؤشرات الفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر